السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديو نهر اليوم يلقيكم كامل هنيين ومتهنيين نصلي مع الحبيب المصطفى عليها أفضل الصلوات والسلام فيديو اليوم راح يكون اقتراح طاولة رمضانية بوصفات سهلة سريعة أهم حاجة انها تكون ابنينا وتحمل الوجه خاصة اللي يحبوا يتبادلوا الأطباق في الشهر الفضيل وما من اللي يحبوا يديوا أفكار مسبقة هكذا تقول لكم وشان طيب وشان دير ندخل نتفرج طراح ندي أفكار مع أنه راهي في القناة كاين بزاف أفكار بزاف طاولة رمضانية إن شاء الله تستفادوا معي ويعجبكم فيديو نهر اليوم حاولت أني نلخص معكم في نفس الوقت راح نشارك معكم بالتفاصيل عندي في مقلاكي ما راكم تشفوه دجاج كنت رحيته مع بصلة وثوم دتلو ملح في الفلكحي لراس الحانوت شوية تعكركم قليته مليح مع المطرد طيبته من جهة راح نوجد له بشامال كي ما اشتوه درت شوية على الزيت ودرت معها درت معها الفارينة ونحمصها مع الملح والفلفل لكحلنا نحب الفارينة نحمصها مليح بش ما يبانليش الضوء التحاف لصوص تعيني ما تبانش نهائيا صلصة بشامال تبان صوص فروماج المهم بعد ما نحمصها وتبدأ تغلي معايا كي ما راكم تلاحظوا نضيف عليها الحليب ديري مغرفة تع زيت زوج مغرفة تع زيت مغرفة تع فارينة ولا مغرفة تع مارغارين بمغرفة تع الفارينة لانو انا ينديرها بشامال بالزيت عادي جدا وجيني بنينا من بعد نضيف عليهم كاس تع الحليب الكاس راهو كفيني الملح والفلفل لكحل من بعد كي نشوفها تبدأ تختار نزيد عليها الجبن الابيض حوالي زوج مثلثات اللي يستعملوا جبن المثلثات نتحصل على هذا القوام يعني تكون ثقيلة يعني صح صح ثقيلة وماشي قال هذيك اللي خفيفة وكي تبرد تزيد تشد روحها مليح وملح نخلطها مع هذك الجاش كان سباق لي وشاركت معاكم هذا البوراك كيما قلت لكم القناة راحت راحت بوصفاتها وبزاف اللي هم يطلبوا في الوصفات اللي كنت حطتهم لثم راح نحاول اني نعاود معاكم هذوك الوصفات اللي نديرهم في الروتين نديرهم ولي نعاودهم وصفات مفصلة وحنعاودهم لكم وصفات مفصلة خلط لبيش عمال مع الجاش وخليتهم يبردوا بش مبعداكين شكل بوراك تعي راح يجيني سهل من جهة في كوكوت حكمت درت رابيت بصلة درت شوية عسمين زيتون الخضر ودرت كويسة والملح والفلفل لكحل هنا تحب تزيدي توابل واحد اخرى زيدي انا لاصوس بلانش تقريبا دايما ندير فيها الملح والفلفل لكحل هذا ما كان مرة على مرة تغني اللي في راسي وتقولي زيد يا ام ريسلان التوابل واحد اخرى والتوابل اللي نزيدها مرة على مرة هي شوية على الكسبر ساعد شوية كسبر وشويات على زنجابل ولا موتارد لكن هنا مدرت لا هذه لا هذه لا هذه من الجهة راح نوجد الحميس حطيت الفلفل الحار وفلفل حلو والطماطم واحدة قلت لي وعلاشا امريتلا نزيد الفلفل الحلو وفلفل حميس تاك والله نزيده هكا بركي ساعة يكون الفلفل بزاف حار نزيد له هذا الحلو بش ينقص له هذه الحرارة على الولاد لانه يكلوا معانا الحميس يكلوا معانا شكشو كبصح بهم تكونش بزاف حار عليهم نزيد هذا الحلو حطيتهم في المقلات الهوائية مدهنتهم لا بزيت لاب حتى حاجة واحد اخرى ودركها راح نحكي لكم عن المقلات الهوائية التي طيبت فيها وهي مقلات من ماركت ميديا استعادتها ربعة لتر كما رأيكم تشوفوا فيها فيها هكا الدرج بيانسير اللي نحطوه فيه ما اللي عجبتني فيه انه فيها الشبكة الشبكة هذيك جاية شوية عالية كي تحطي عليها الطيب الحاجة اللي فيها ايدام ولا هكذا ودتي فيه ليدام ولا مثلا شوية طماطم تكتر لي تحتها يعني صورتو الحاجة اللي نبغيوها تبقى تقرمش واللي عجبني ثاني في هذا الشبكة فيها هذا الرجلين تحت سيليكون يعني ما تجرح لكش القجرة نهائيا لا من تحت لفليكوتي تحتها مثلا هكا تحطي ليها جاجة تحمريها ولا تحطي لي كويس كيل العصارة هذيك تخرج منها تحبط لكل تحتها يعني اذا حبيتي تستعمني هذيك العصارات تستعمني هذي حبيتي طيشيها اطيشيها بالنسبة للدرجة الحرارة تتحكمي فيها كي ما حبيتي وتحكمتها ويدويا كي ما رأكم تشوفوا الناس اللي تخافتها كتير درجة الحرارة العالية اللي فيها هي مئتين درجة مئوية والدقائق والتوقيت تتحها عندك حتى الساعة يعني حتى الستين اطقيخة كي ما رأكم تشوفوا والتوقيت رح يقول لي مؤقت اذا جبتي الدرج تعودية تقفليها رح يقول لي يمشي اوتوماتيك في همنين ترولي لهيها الكابل التاعو كي ما رأكم تشوفوا اللي مهتمين بالمقلات الهوائية واللي عجبتكم تلقوها في موقع رازان شوب كي ما رأكم تشوفوا الرقم تحهم راهو امامكم في الشاشة الرابطة راح نخليه لكم في صندوق الواس الوقت اللي الحميس راهوية شوالي ولاصوس تعي رحي طيب مازال شوية الحال يعني باش نطيب البورعك و باش ندير شي اللي بقالي قلت رح نوجد الطابلة دايما نرتب روحك اذا شتي روحك بالانتي من النوع اللي كي تدخلي الكوزينة تغطسي و طياب يديلك من وقتك اول حاجة ديريها هي انك توجدي لها طابلة تاعك من كل شي يعني الشي اللي راح تحطيه كامل اتحطيه باش مبعده طيبي والحاجة اللي تكمليها تروح يديرك تتحطيها في العطابل اذا كنتي من الزوجة جديد و تتكومبليك ساي مع دار شيخك ولا لا شتيت غير مع الزوجتك وتحبي تنظمي روحك انت كل ورقة وستيله ومثلا انت بروغرامي روحك قال يوم رح نطيب كذا رح نطيب كذا رح نطيب كذا رح نطيب كذا طول برنامج كل نهار وش رح نطيب اذا تبقى لي من الماكلة بها ونعمة اذا ما تبقى ليش هنين طيب وكل وحدة وطريقتها وكل وحدة كيف عش تخمم المهم وجدت الطابلة و بعدها رحت بعد ما تشوالي الحميس نحيته من المقلات وذركها رح نوجد البوراكل تاعي انا نحب نستعمل هذا البوراكل اللي يجي من السم يجي بزفة بنين وكاين مام اللي يكون حار كي رح تنقضي ما لقيتش الحار الحار يجي صح صح شوية كافية الحرور وبنين مام هذا بنين بزفة وش رح نديل البنات رح ندهن كل ورقة ندهنها شوية بالزيت ومبعدها ندير هذه الحشوات كما قلت لكم نخليها تبرد بطبيعة الحال تشد روحها كما راكم تلاحظوا واذا شتي روحك باللي متخضيش تحكمي فيها قبل ما تحطي لابي شامل تاعك شو في القوة من اللي يساعدك انت اياه وذركها رح نشكلها شكل مثلثات بهذا الطريقة يعني نقسم الحبة تعديول تاعي نقسمها على زوج ومعد نطبقها على زوج ونبدأ نشكلها تشكلتها بزاف سهل للأخوات اللي عندهم مشكل باش يشكلوا المثلثات واللاكي ما نقوله سامساسالي نشكلوها بهذا الطريقة وشي هو كي نعودو نشكلو فيها نحاول انو نزيرو مليح ندخلوا الحشوة لداخل هكا باش كين طيبوها ما تخرجناش انا هنا رح نطيبها في المقلات الهوائية يعني هكا ولا هكا منشها رح تخرج لي ماذا حطي بها في المقلاء وخفتي الفخص هذي تخرج لك زي رح يمليح الحشوة تاعك مستحيل تخرج معك وذكا رح نحطها وشي هو رح ننقص في درجة الحرارة لانو بغيتهم يطيبوا لي في نفس الوقت يبقوا لي مقرمشين يعني اذا قرمشوا ما يزربوش يتحمروا لي بزاف باش يطيبوا لي الديول حتى للداخل خليتهم يطيبوا وليت الديجيان بلا اللي هو رح يكون طبق بلي دونات سالي حكم ترحيت الجاج مع البصلة مع ثوم مع دنوس ملح في الفلك حلة مطارد قدرت شوية كوركم وشوية زنجبيل ما درت شراس الحانوت لكن اذا حبيت تديري راس الحانوت حبيت تديري توابلة الدجاج انت يا هرا درتهم في المول تعلي دونات وحطيتهم في الكونجيلاتور كما شتورة هم كونجيليين كما يلزم الخاطر فوتهم في الفارينة وبعدها العظام وبعدها الخبز المرحي ودرك نقليهم قبل ما نقليهم وحطيت اللي يتقبل على البوراك شوفوا لي البنات هنا اياه هنا عاود ترديتهم على اساس اني راح نكمل نحمرهم بعد قلت لالا عجبني هكا اللون وقلت نحيتهم وكملت حبيبتي طيب وشوفوا معي هذك اللون اللي اكتسبوا البوراك تعي يعني الناس اللي تبغي البوراك وما يكونش مقهم بالزيت وفي نفس الوقت ما يبغيوش يقليهم من اساسه هاي ليكت هنيك وتنحيلك زيت حبيبات هذه طيب وقلت لدونات تعي بعد ما الزيت تعي سخنت لي راح نطيبهم مباشرة في الزيت السخونة من جهة البوراك راهوي طيب وانا اياه من جهة راني نطيب في دونات هكا بش ما نبقاش نسنا في المقلة وكي ما قلت لكم يجيوش هكا مشربين بالزيت شغول واحدة راهي معك في الكوزينة راهي تعاون فيك ما تخافي عليهم يتحرقوا ولا يفوت عليهم الوقت تعطيب اهاه ما يطيبوا على نار هادية ولا الهواء الساخن في راحتهم في نفس الوقت بالتوقيت يعني هكي تدري التوقيت وتخلي حاش تكطيبه وكي مهني عليها كي ما قلت لك شغول واحدة راهي تطيب معك في الكوزينة كملت لي دونات طيبتهم من بعدها حليت على كوكوت لقيت الجج تعيطاب نحيته من اللاسوس وحطيته حتى هو يتحمر في المقلة اعطيته تحميره غير خفيفه كبش ما يبس معي انا منشتيش الجج المحمر بزاف نبغيه يدي غير هذي كل بنت تحميره هذا ما كان من بعد درجة اللاسوس حكي مدرت لها فرماج بيض وفرماج رابي ولكرام فراش وخليته هكا حركته وخليته يخذر شوية تخذر لي هذه اللاسوس شوية قلت لفلفل التاعي راح نقشره وشوفوا الليبنات يتشوى ما شاء الله مدهنته لا بالزيت لا بحتى حاجه حطيته هكاك مباشرة شوفوا معي كيفاش القشرة تطير بكل سهوله وثاني ما غطيته ما حطيته في بورتمونجي هكا وغطيته بشعره كما ولو خليته برد هذا ما كان راح نقطعوا مربعات من بعدها نحطوه في المقلة كما راكم تشوفوه في الزيت ملف ندير معه الثوم هذا الخطاب مدرتش الثوم هيا نحطوه في المقلة يتحمص لي شوية يطلق هذه البنه والحرور تاعه في المقلة الوقت اللي ندير فيه هذه الطماطم نربيها ولا نرحيها ولا نقصها كل مرة كيفاش نديرها وبعدها نزيدها على هذك الفلفل ونخلي هذك المتاع الطماطم يختار لي شوية ونقفع لي يعني مشيقال نطيبها بزاف بزاف وذور كاكي ما قلتلكم الطابلة تعي راح يوجده الحاجه اللي طيب وليه توجد معايا ان نحطها عندي لا سوب كنت طيب تحامل قبل عندي ثاني تاجين حلو بارتاجين ديجا معاكم حتى هو ما نكذبش عليكم قعدت لي غير لاصوس مع حبيبات تعزبيب حكمت غليت فيها الشباح الصفره وغليت فيها هذك الشباح تاجين حلو هي كيفاش ندرتهم لبنات سخنت برك هذك الاصوس سخنتها ولا تغلي شوية طفيت عليها وزيت عليها هكالشباح وشباح الصفره خليتهم تشربوا شوية لاصوس وراهم وجدين معايا حمرت حبيبات تعلوز في المقلة وزيتهم عليها كما راكم تلاحظوا هكال رهيب اجتماعي الطاجين لي عند معظم العائلات يبقى داخل خارج الفريجيدار هاو تخل الفريجيدار هاو تخرج تحت فوق الطابلة مسكين ميقيموش خلاص ولو ان انا بكري ما نكذبش عليكم انا ثاني ندخلو نخرجوه ستين الفريجيدار ميزور كاعدت نحبو عتنا اكلو مام العين كنت مناكله هاش عتناكل ها هي والمشماش ميزبيب ما هانتفاهم شنويه هانتفاهم شنويه هانتفاهم شنويه هشوكتو لاصوس نحبها بززف تحت تاجين حلو والبورا كما راكم تشوفو راهو شوفو هكا كيراني نحط فيه راهو يبيني لكم بالي راهو مقير رمش وذوق نسمعكم القرمشة تاعو قدرت عليه ثاني لي طرنشتاع القارس ما كانش معدنوسي نوراني درت معهن معدنوس في الحشواء و هكا نديكوريو به كما قلت لكم معدنوسي يمد رائحة ويمد منظر ثاني يمد بنا وريحة ويمد منظر جمالي للاطباق بتاعنا وكي نعود نوجد بنات دايما نسبق بالحاجة اللي ميهمش اذا بردت ولا لاس ما ميهمش تتكل بردت تتكل سخونة نسبق فيهم هما اللولين ومبعدا نخلي لي بلا ليتكلوا سخونين ذلك راح ندير دوزيان بلاولا طبق الرئيسي حكمت حطيت الكويسة ودورت عليها هذو كليدونات وفي النص راح نحط اللاصوس بعد ما اختارت كيما قلت لكم هنا تزيدي الاجبان كيما تبغينتي تقدري حتاج تزيدي انواع واحد اخرى مثلا قودة قرية تزيدي فرماش تصندويك كيما تحبينتي وتكون وجدة معك تجي سوس هاي لبالبزاف نغيره شوي ولو اننا يجلي سوس الحمر ما نديره همش بزاف كيما قلت لكم مشكلة على سطومات زوجتا يضروا بزاف لسوس طومات وزيد نحبه بزاف لسوس البيضاء تاع الزيتون الحمص ما عندي حاجة فيها انا لا نحبش بزاف لسوس تاع الحمص سننحبها بالزيتون او لا بالزيتون وشامبينيون وهكا الديجيان بلارة هو وجد معنا كما راكم تشوفوا مع الكسرة خميرة ثانية كيف كيفية طيبتها مع الاسوب ما ادرتش سلاطة لخطر ما يكلوهاش ان اذا ادتها انا كلها غير نايا ايا قلت ما كلا هنغلب روحي بها ومعندهاش بلاصة طاضلة اكتفيت بهذا الاطباق الحمد لله بيدومها نعمالية وعليكم ويحفظها من الزوال دائما نحاولوا انه نطيبوا نحي وصخفتنا لكن ما نبذروش نطيبوا قيسنا قيس ولداتنا قيس ازواجنا ما نكثروش نوعي مننا ونوعي منه بسحقيق قيس قيس تضوقوا منا وضوقوا منه وتشبعوا كما سمعتو جاو مقرمشين طيبين للقلب وبنان ما عندي ما نقولكم ما هم شبعين زيت ما ولو بالنسبة للدوزيان بلاء يجم على سوس ما عندي ما نقولكم حاجة بنينا وفي نفس الوقت بريزنطابل تحمل لك وجهك سورتو كما قلت لكم اذا حبيتو تتبادلوا الاطباق او حتى ليكو الافراد لعائلة تدليهم ما تبخليهم هنا مكنو وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله هتكونوا استمتعتوا واستفدتوا معايا ما بقالي غير نقولكم متهلا وفرواحكم ونتلقا في فيديوها جاية ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة